مرحبا أعطيكم العافية المشتركين في قناة GIS-HU سنشرح بهذا الفيديو عن عملية أو طريقة double mass analysis بالهايدرولوجي double mass analysis عبارة عن اختبار بعمله للمحطات الموجودة عندي عشان أعمال تشيك عليها في حال إذا كان فيها تغير بقراءة المطر أو صار فيه أخطاء بقراءة المطر بناء على تغير البيئة المحيطة بالمحطة بحيث أنها تكون موجودة من سنوات قديمة مثلا من 1950 مثلا لغاية 2017 رح تصير في تغير بالsurrounding environment الموجودة حولي المحطة بالتالي قد يؤدي إلى تغير في قراءات المطر اللي بتخذها هاي المحطة عشان أعمل تشيك وأشوف هل فيه تغير أم لا لازم أعمل شغل اسمها double mass analysis double mass analysis تشتغل على محورين أو خطوتين أساسيات الخطوة الأولى هي تشيك إذا فيه تغير بالقراءات المطرية والخطوة الثانية في حال كان فيه فيه وجود تغير أو فيه وجود أخطاء بالقراءات المطر تعمل عملية adjust أو تعديل أو ضبط لهاي القراءات المطرية فلاحظوا عندي هون مثلا المحطة A اللي أنا أبدأ في حصلها هل فيها تغير أو لا سميتها station A معطيني إلى قيمة المطر بالسانتميتر في سنة 1946 لغاية 1976 معطيني إياها بحدود 22 سنة الآن هاي المحطة A الآن عشان أعمل الدبل mass أنا أصبح حاجة إلى قيم من محطات مجاورة لمحطة A بحيث أقارنها معهم أشوف هل فيها تغير أم لا لاحظوا لو فرضنا عندنا مجموعة من المحطات اللي هم ثمن محطات حوالين هاي المحطة A وجبعت لهم المطر وأخذت له أفريج في سنة 1946 فكان أفريج المحطات اللي حوليه محطة A 143 في الستة واربعين بإمتدادها ل67 كان فيها 161 سانتميتر كأفريج لثمن محطات مجاورة لها عشان تعمل الرسمة الدبل mass analysis تعمل الكيرف تقارن بين محطة A مع محطة الثمن المحطات المجاورة يجب أن نقوم بعمل الكوميوليتف رينفول للمحطة A كوميوليتف للا-A ونعمل أيضا بنفس الطريقة التي هي كوميوليتف لـ 8 stations يعني نقوم بـ 8s لأن كوميوليتف للا-A كوميوليتف يعني أجمع جمع تراكم يعني بحط بأول خانة هون نفس الرقم الموجود عندي هون اللي هو 177 لأن بالخانة اللي تحت لازم أحط الرقم اللي هون 177 بالإضافة لـ 144 بالخانة اللي بعديها بحط الرقم الناتج عندي هون بتضيف له كمان 178 كأنني بجمع جمع تراكمية لكل هاي القراءات يفترض القيمة كل ما نزلت تلحت تصير تزيد معاي فراحط معادلة بسيطة على الإكسل تحسب لي كوميوليتف بحكي له يساوي هاي الخانة تساوي هاي القراءة الأولى 177 زائد القراءة اللي تحتيها اللي هي 144 بعمل انتر لأن جمع لي اياهم 177 زائد 144 بطلع 321 هل عشان تطبقها على باقي السنين بس على الكبسة المربع لصغير الظهر عندك هون double click عليها بطبقها على كل السنين الموجودة عندك لاحظ الكمية اللي تتبلش من 177 بظل يزيد لحد ما وصل 3380 فمجموع المطر اللي نزل من سنة 1946 لـ 1967 كان 3380 سنتيمتر هاي بالنسبة للمحطة ايه نعمل نفس الشغل لمحطة لثمن المحطات اللي حواليها الأفرج تبعهم اللي هو 134 30 او سوري 43 باجي بعمل هون يساوي بختار هاي القيم الأولى باجمع لها القيم الثاني هي 132 لثمن محطات باقول له enter بني على المربع الصغير العزاوية بعمل double click بتنزل معي كل القراءات الموجودة هون as cumulative الآن صار عندي cumulative A مع cumulative 8 station هلا بأضل هذول الخانتين وبخلي يرسم لي اياهم الـ excel عشان أشوف فيه تغير ولا لا بحط insert بحط لدينا الخيار scatter insert scatter بختار هذا الخيار الموجود عندي هون insert scatter بعمل زي هيك هاي الرسمة طلعت معي جاهزة طبعا بيختلف معك الموقع المكان اللي دخلنا عليه قبل شوي انسيرت وسكتر حسب الأوفيس الموجود عندك أنا حالياً بشتغل أوفيس 2013 أوفيس 2016 أو 2010 كله من نفس المبدأ ممكن 2007 تلاقي فيه اختلاف لكن كل القائمة بتلاقيها بـ insert ودور هون عشي اسمه scatter بيكون ايقونة زي هيك محور وعليه نقاطي كمباثرة الآن لاحظوا الخط اطلع معي هون اللي هو بمثل علاقة cumulative للـ A مع cumulative للـ 8 stations الآن لو جينا على هذا الخط هون كبسنا كبس واحد عن النقاط وقلنا لكليك يمين وقلنا له Add trendline Add trendline as linear مثلاً بطلع لديك الخيارات هون اختار linear منها هاي linear وقل له ايش اوكي او سكر الشاشة اللي هون الآن لاحظة trendline لاحظة انه القيم الحقيقية اللي هي النقاط والtrendline اللي هو جاي تقريباً بالنص بناتهم لاحظة انه فيه انحناء بسيط هون صار عندي صار عند هاي النقطة تقريباً ادى الى تغير بـ slope تاع المنحنة معنا فلاحظة المنحنة كان متجه زي هيك باتجاه مستقيم عند هاي النقطة بالضبط تم تغير اتجاه المنحنة وصار يتجه بالاتجاه هيك بزاوية مختلفة للأعلى لهاي النقطة بالضبط بسميها اللي هي year of change او نقطة التغير year of change او نقطة التغير لو اقشر عليها بالماوس بعطيني انها اللي هي علاقة بين الـ 1523 مع الـ 1281 اللي هي بالضبط اي واحدة من هون 1523 مع 1281 اللي هي هاي بالضبط هون نقطة رقم عشرة نقطة رقم عشرة اللي صار عندها التغير بسميها year of change يعني من اي سنة بلش التغير بقراءة المحطة بلش من سنة 1954 فهاي بدي اميزها الخانة تاعت الـ 54 بدي اميزها بلونها بلون مختلف عشان اميزها واحكي من عندها بلش التغير الموجود عندي هنالونها باللون الاصفر الان هاي سنة التغير عرفتها لي 1954 كيف عرفتها انه لما تغير اتجاه ميل المنحنة لاحظوا نحن كان باتجاه هيك فجأة صار باتجاه باتجاه اخر فصار في عندي هون change عند نفس هاي النقطة بالضبط الان طلعت year of change الان عشان اعمل يعني طلعت لدبل ماس انه في عندي تغير بقراءة المحطة عشان اعملها adjust نفس ما حكينا باول الفيديو لازم اعمل اللي هو اطلع اشي بسموه K او factor عشان اعمل منه adjustment لكل هاي القراءات دعنا اصغر الكيرفي شوي زي هيك لانه ما بهمنا الان نبعده على جانب هلا فيه شغل اللي بحكي لك انه الكيه اللي هو المعامل اللي بتعمل فيه adjust شو يساوي يساوي slope after change مقسوما على اللي هو slope before change الكيه يساوي slope after change على slope before change شو يعني slope after change و before change حكينا سنت التغير على الرسمة اللي هي هاي موجودة عندنا هون اللي هي الـ 1523 مع 1281 هاي سنت التغير موجودة عندنا الآن slope after وال slope before slope before يعني احسب الميل قبل هاي النقطة و احسب الميل بعد هاي النقطة طبعا سيطلع معك الميل مختلف طبعا الميل هو delta x و delta y يعني يجيب اي قراءة من هون اي نقطتين هاي وهاي مع هاي وهاي خد delta x و delta y delta x و delta y معاهم بيطلع معك slope after وال slope before دعنا نفترض انه الـ k طلعت معانا slope after مع slope before معنا حسبناها اه انه طلعت معانا مثلا 1.2 طلع معانا ال- k 1.2 لاس ليش مش رادة طلل الرقم أوكي دعنا نفترض طلع معاي 1.2 أوكي هاي 1.2 طلعت معك ال- k اللي لو بدك تحسبها على الالة حاسبة ممكنك تفتح الكالكوليتر وتأتي على اول نقطة تأخذ اي نقطة مثلا اخذ النقطة تاعت 53 هاي x و هاي y بتحكي delta x اللي 1363 منس 1219 1363 منس 1219 هاي delta x تقسيم delta y افتح قوس delta y اللي هي قبالة هون 1153 على 1036 1153 ناقص delta y 1063 تذكر القوس و اعطي enter هاي طلع عندك الجواب اللي هو تقريبا 1.2 1.23 هاي بالنسبة لدلتا اكس على دلتا واي اللي هو السلوب افتر فخلنا نكتب هون السلوب افتر اللي هو 1.2 كم طلع بالضبط خلنا نتأكد من قبل الحاسبة 1.23 هاي سلوب افتر هلا سلوب بفور بك تأخذ ايش؟ سوري سوري احنا حسبنا قبل شوية سلوب بفور اللي هو قبل year of change سلوب افتر سأخذ نقطتين من تحت الان اخذ اي نقطتين ولا افرض ان نخذ ذول الثنتين خلنا نعمل على الآلة الحاسبة ونأتي هون نعمل clear اول اشي نفضل الآلة الحاسبة الآن نعمل بنيجي نخذ النقطتين هون 2538 ناقص 2390 بنيجي هون 2530 سوري 38 ناقص 2390 ويساوي 1480 الكل تقصية افتح قوس اللي هو 2342 و2207 2342 مينس 2207 نسكر وعمل enter طالع معك السلوب after change اللي هو تقريبا 1.09 نسكر الآلة الحاسبة 1.09 هاي السلوب before change اللي حسبناه من فوق كان 1.32 صار 1.09 لا عشان تحسب الكي دعنا نقصي 2 كي يساوي هاي تقصي تقصي ويساوي الكي صارت 1.12 88 هاي قيمة الكي طلعت معاك موجودة هاي كي تساوي القراءة هاي اللي عندي بالظلط الآن عشان اعمل عرفت قيمة الكي خلان بس ننزل هذون الأشياء لتحت عشان استعمل المربعات اوكي الآن باجي هون بحط هنا أدعم الادجست لقيم الـ adjusted A الآن شو بساوي بجيب القيم اللي عندي المحطة A اللي هم هذول اللي هون كل القيم اللي قبل سنت التغيير يعني الـ 54 مش مشمولة معاهم من 53 ورا رح ضربهم بالـ الادجستمت فاكتور فراحكي الادجست شو يساوي يساوي القراءة نفسه هون بسنت الـ 46 ضرب الادجستمت فاكتور اللي هو هون حطنا 1.12 هاي مسجل عندي على الإكسل بعمله انتر لحظة هاي القيمة الـ adjusted بعمل نفس الطريقة بكررها بس لاحظ قبل سنت التغيير سنت التغيير مش مشمولة اكيد اوكي ممكن عطاني صفار لانه حطينا هون قراءة لازم ثبت الرقم خلينا نعمل هون الرقم ثابت نمسح نعيد كل هاي الخطوة بالضبط نشطب هاي الامور كلها نحط هون هاي تساوي الـ adjustment نحط 177 او اول قراءة لكل سوري ضرب 1.12 وعمل انتر بطلع معك القراءة الاولى بعدين نزل لحد قبل سنت التغيير الان من سنت التغيير وبعد لازم تكون نفس القراءات فهاي رح تكون نفسها هون كوبي ما رح يصير عليها اي تغيير هاي paste فلاحظوا اللي تغيرت فقط لقبل سنت التغيير ضربناها بـ الـ 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 لاحظوا ساهموا عليه اصفار خلي اختصرها هيك صارت عندي القراءات مزبوطة الان عشان شوف شو يصار عنا تغيير بالـ average خلينا نحسب الـ average before change هاي الـ average شو يساوي نعمل هون كبسة يساوي نحط average average نحط له قوس افتح قوس وهاي نحصل لنا الـ average لها هذول سكر القوس يساوي هاي حسب الـ average هون تمام خلينا نعمل نفس المعادلة لهذه الخلية المدة عقادة هذول طلع لكل الـ average لان average لـ station A قبل عملية التعديل كان 1.53 بعد عملية التعديل صار 1.61 وطبيعي انه يرتفع الـ average لانه ضربنا بقيمة اكبر من 1 لاحظوا الـ average موجود عندنا هون بس ما بهمنا عسل سيك رح اشطبوه وهي average الـ 8 station أيضا ما بهمنا رح اشطبوه لان لاحظوا فرق بين الـ average after before change و average after change او بعد عملية الـ adjustment لان يفترض لو ترسم الرسمة هاي اللي هو adjusted A مع الـ 8 station average رح يطلع معك الخط اللي هون بدل ما كان فيه انحناء او ميل بسيط رح يطلع الخط مستقيم تماما ما فيه اي مشاكل خلينا نجرب نرسموه خلينا ننسى خائل 8 station نعملها copy ونعملها هونة paste 8 station average الان نضلل لهاي القراءات كاملة ونقل له insert scatter واختار اول خيار صار في عنا هونة خربطة adjustment A لا نعمل cumulative نعمل cumulative cumulative adjusted cumulative adjusted دعنا نعملها اول واحدة تكون 198 أكيد الثانية ستساوي هاي القراءة زائد هاي القراءة الثانية ويساوي الان اسحب لكل القراءات هيك عملنا cumulative adjusted نجيب لي cumulative الـ 8 station لان نحن قبل شويم رسمنا الـ cumulative مع بعض ليس القراءات مع بعض هاي الـ cumulative لالـ 8 station لان هذول العمودين او هذول العمودين بالضبط نجيب نعملهم insert scatter هايك لاحظوا الخط نوعا ما صار عندك ايش فيه نحنا طبعا نحناء بسيط صغير هو اقل من اول اشي اكيد نعمل هون trend line add trend line لاحظوا نحناء اقل شوية من اللي طلع معنا بس هون احنا بصير عندك الاخطاء في عملية الحسابات او بالتقريبات مثلا او بحساب slope او الـ k ممكن قربت القراءة الموجودة عندك او ما استعملتش الخنات العشرية يطلع معاك بعض الاخطاء لكن هون مبدأ العملية انه نعملت adjust لكل القراءات اللي قبل سنة التغيير وصار بناء عليها slope منتظم وافضل من مكان اول خلينا نشتب الرسمة هاي وهي احنا عنا الـ fields الموجودين عندنا بعيد للتذكير في يوم هاي السنوات هاي المحطة A هاي average لثمان محطات حواليها حسبنا الـ cumulative لـ A بالوداية وحسبنا الـ cumulative للثمان محطات بعدين طلعنا الـ k-factor بناءه من الرسمة طلع معنا 1.12 تقريبا بعدين طلعنا عملنا adjustment لـ A بانه ضربنا الـ k-factor كل سنين لقبل سنة التغيير طلعت معي هون وحكينا سنة التغييره عرفناها ما انه صار بلش من عندها الـ اتجاه او الميل تاع الخط يتغير الان بعد ما عملنا adjustment لـ A حسبنا الـ cumulative مرة أخرى سمنا الـ cumulative adjusted مع الـ cumulative الـ A station ورسمت الرسمة جديدة وطلعت معي انه الأمور تماما ما فيها اي مشاكل وهون الـ average للمقارنة average before adjustment average after adjustment لاحظوا كيف قيمة الـ average ارتفعت معي هيك منكون انا هنا اشرح الـ double mass analysis ويعطيكوا العافية لا تنسوا الاشتراك بالقناة لتوصلكم كل الفيديوهات الجديدة في الهيدرولوجيا